تحت رعاية سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الإعلام نظمت جمعية الصحفين البحرينية بالشاركة مع هيئة الصحفين السعوديين اللقاء الإعلامي البحريني السعودي في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي وللعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمملكة البحرين يأتي هذا اللقاء انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق الذي يربط المملكتين الشقيقتين في شتى القطاعات ومنها قطع الإعلام والاتصال والذي يطلع بدور محوري في تطوير ودفع هذه العلاقات على كافة المستويات والمساهمة في جهود حماية أمن واستقرار البلدين الشقيقين وصون هويتهم الثقافية والحضارية وتعزيز مسيرتهم الناجحة على طريق النماء والتقدم والتكامل وصلت اللقاء الضوء على أوجه التعاون الإعلامي الثنائي المشترك بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والصحافة الوطنية من أجل استكشاف المزيد من الفرص التي تسهم في تحديث المنظومة الإعلامية لكل البلدين وتطوير كوادرها وإمكاناتها لمواكبة التطورات والاتجاهات الإعلامية الحديثة بجميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وبما يعزز من حضورهم الفاعل في الساحة الإعلامية إقليميا ودوليا كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سبل توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي تجاه مختلف القضايا والتحديات الراهنة في مختلف المجالات كالقطاع الصحي والاقتصادي والثقافي وغيرها تنفيذا لمقتضيات الاستراتيجية الإعلامية الخليجية وبما يسهم في تحقيق التكامل الإعلامي بينهم وإنتاج رؤية موحدة تعزز من الموقف الخليجي المشترك في التصدي لكل محاولة النيل من منجزات دول مجلس التعاون وهويتها الثقافية والحضارية وجرت تأكيد خلال اللقاء على ضرورة مؤصلة بذل المزيد من الجهود لتوحيد الرسالة والخطاب الإعلامي الخليجي في ضوء ما أثبتته المواقف والتجارب التي مرت بها المنطقة في السنوات الأخيرة من أن الإعلام بات ضرورة ملحة في تصحيح الكثير من المغالطات وإبراز الحقائق عبر ابتلاك أدوات مخاطبة الرأي العام العالمي بشكل احترافي ومهني متناسق ومتكامل يقوم على المعلومات والأدلة والله أنا أتصور أن الإعلام الخليجي قام بدوره بشكل جيد ورائع جدا على المستوى المحلي ينقص بعض الشيء على المستوى الخارجي حقيقة وهذا لن يتأتى بشكل جيد إلا من خلال الدعم الكبير جدا والاهتمام في التدريب بالنسبة للشباب والعمل على إعداد خطط عمل جيدة في ظل التكتلات العالمية التي نشوفها اليوم على جميع الأصعداء في جميع القرات القوة للتكتل الصلب نحن كدورة الخليج مرت المنطقة بالكثير من التحديات ومع ذلك حافظ مجلس التعاون الخليجي على تواجده على الأقل في حدود الدنيا في فترات تكون اللحمة تكون أقوى وعادة وهذه الله الحمد يتم تغليب عادة الغل العقل على أي خلافات يتم تجاوزها ترجمة نانسي قنقر